السلام عليكم و مرحبا بكم شيوات داري معاهين اليوم ان شاء الله سنحضر معكم صيلة رائعة جدا اكيد اقتصادي وسنعطيكم سر لدها اتمنى انكم تابعوا على فيديو تلخروا بسم الله على بركتي لان نبدأوا المقادر و طريقة صح حضر فرجة ممتعة للجميع ندر بعض الفصوص ديال التوم و عندي واحد العويد ديال القرفة كيف ممكن لكم تعودوا بمعنقة كبيرة ديال القرفة مدقوقة لدي البصلات تقريبا عندي واحد جوج بصلات كبارة يعني ما قطعتهم مش قطع سعر خليتهم بحلكة باش كي بقاولين نواقفين عندي هنا البيض و بالنسبة البيض غادي نقول لكم مش حلح تاجي ليا ديال البيض و عندي جوج معلقة ديال قصبر المعدنوس كبارين مقطعين مزيان عندي واحد شوية ديال الزعفران يمكن لكم تعودوا بالملوية الغذائي عندي معلقة ديال السمن 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 الحلوء او السمن الحار بحال بحال ديال القرفة يعطي واحد المادة قرائع جدا غير جربوا هنا عندي يستدر ديال الدجاج كيف ممكن لكم تستعملوا صاين او تستعملوا الدجاج بالنسبة انا اعطيتكم غير المقادير اللي احنا ضروري كنحتاجوا سوف نبدأ معكم ان شاء الله بعد نعطيكم توابي اما بالنسبة القياس ديال البصلة و ديال الدجاج و ديال البيضرة كيف يبقى على حسب البسطيلة شحاب البسطيلة و انتم ما بغيتوا تديروا تقدروا تديروا فيها حتى دجاجة بماشي مشكل اهم انها كتكون اقتصادية و علش الله نقدروا نجدوها يعني صراحة ان في واحد لقيتها اللي ضغية ضغية كتكون ضوينة هنا خديت واحدة نجرة قدرت فيها تقريبا نصف كأس ديال زيت الزيتون من بعد غندير فيها البصلة يعني تلكم جوج بصلة تكبار مقطعين هندير العوية ديال القرفان نقسمه على جوج هندير فصوص ديال تومة يعني خليه شما نهكك من بعد ما غير طيبوا غادي دوبوا راسهم كلكم تومة تفرموهم ولا تحقوهم ماشي مشكل هندير دوك جوج معالق ديال القز بورو المعدنوس مقطعين جوج معالق كبار هندير ديال المعالقة ديال السمن كبيرة هامرة كي يجيال بناتسة رائع مع القرفة كي يجيال بناتسة رائع مع القرفة رائع مالكي لددو هنا البسطيلة هندير الكميه كيف مكتلكم الكميه ديال الدجاج الكميه هدي كسبقال حسب البسطيلة و هدي تشوفوا بان البسطيلة لسيوم كونة قلال و ما شاء الله يعني جزب بسطيلة عائلية و جاد طالعة هندير البزار فورفو الاسود تقريبا معلقة صغيرة غير عيني ميزاني تقريبا معلقة صغيرة ما تكون شا عامرة بزاف هندير معلقة صغيرة كذلك ديال سكينجبير كلكم تستعملوا توابل ديال بسطيلة كي يكونوا كيتباعوا سوما كي يددوها هنا عندي معلقة ديال كوركم او الخارقوم هندير شوية ديال تحميره او البابغي ما نكترش بزاف يعني غير شي شوية باش تعطينا غير الوين واكيد غادي نديروا شوية ديال الزفان كلكم تدوبوا فلما ماشي مشكل نغا نديروا غيهنا ساين شوية ديال فقد نديروا ملحة واصفين لديهم يتقلوا مزيان تنقل لهم جيدا ثم نضيف كأس الماء يطيبون لنا يطيبون لنا ثم نضيف ثم نضيف اضيف الآخر ثم نضيف ثم نضيف يجبونن فقط نضيف نضيف ثم نضيف تضيف يطيبون البيض صافي غير ندير البيضة منحر كده غير قريبا ندرت لي ربعه ديال البيضات طافي يعني ضغي ضغي حتى نحصله على ذاك القوام اللي كي يكون بحل المخ يعني المريق قدينا نواقفة وناشفة ودروري نحرك فيها في هذه المرحلة وكنت فرطة الجيش ديالنا مزيان يعني كان فرطة ساكيت فرطة مزيان صافي كل شيء وجد عدنا عدنا هنا أنا أدري استعملت كوكو ممكن لكم استعملوا اللوز استعملت تقريبا 1 كيلو ديال الكوكو اللي طحنته مع معي القادية السكر غلاسي ومعي القادية القرفة مشكي جينا شوي حلو هذه هي يعني المريقة ديالنا وجدت صراحة نواقفة هذا كغلي دام ديال زيت تراتفة كتجي بحل المخ وهذا هو الجيش ديالنا ضروري كنفرتو بحل هكا مشكي جي نزوينة وممكنك تجي صراحة بنينا ضروري نبقوا نفرتو فيه يعني كنفرتو نفرتو حتى كنحلو خصوصا يعني اللي كنديروا الجيش بلاصة ديال صدر أكيد كتكون ناشفة شوية دك شعرش ضروري نبقوا نحلو فيه بحل هكا حتى صفيكيت فرتت هنا موجود عندي كل شي يعني كو كو المريقة ديالنا أو دغميرا ديال البستيلة واجدة وتجاج واجد البستيلة أكيد حتى عفوا لورقاتها هي أكيد موجدها صنع منزلي يعني مصوبها في الضار كنت تحضر سبعكم مصوبها يعني لي لقبل غطيتها ما كتنشف نهائيا ما تشي حاجة كان سبقا كيف مهي كتوجد غياد غي يعني وجدتها فرمشت العين صوت ما زال يعني البستيلة الكبيرة والبستيلة صغيرة كيف ما نخلي الأخوات إن شاء الله نخلي لكم الرابط ديال هاد الورقة باش إن شاء الله تشوفوا هاركة جزوينة وضغية ضغية ما كتطلبش نهائيا الوقس وصراحة يعني نضباني بها بحل الأخوات لي ممكنش ليوم إنهم يشريوا الورقة لا يأخذوها هنا كندين ذاك المول يعني ما غديش ندهر نهائيا لاب زيت ولا زبدة لأن عندي الورقة ديالي ميد دماء صافي كندير ثلاثة الورقة كبيرة وكندير واحدة الوسط سوف ندير الحشوة نسبق الحشوة نسبقه تقوم نشفة وكتكون بنينة 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 بزف سوف نشكلها بحالها نحاول أن ندورها على البسطيلة كاملة من بعد ندير قجاج ديالي ندوره على البسطيلة كلها بعد ندير ندك شري سبقالية الكوكوم والفوق سوف تكون صورة واضحة هنا يمكنكم تفرقوا ما بين كل حشوة يمكنكم تفرقوا بورقة ولكن أنا ما كنفضلهاش تعجبني أنها كيجولداد يعني كيشربوا البنادية لهم بالنسبة الكوكوم وراني ما طحنتوش بزاف خليتو شوية باش كيجينا مقرمش صافي وقد ندير دبا الورقة دي الورقة مزيان ونجمع ديك الورقة لكتكون في الجناب مهم بسيطة صراحة ولكن الأكيد كتكون ديدة وزوينة وشوية طالعة يعني كيما كنت نقوله جات عامرة هكا سوف ندير الورقة ضروري باش للمطودك جنيبات وأكيد لعندكم كتكون لورقة كبيرة ندير وحدة الفوق سوف يكون للمطباية كتكون هي آخر وحدة سوف ندير الورقة سوف ندير نسخل فران من فوق و من تحت لا تأخذ الوقت نهائيا كان خلعتك تتحمر من تحت مزيان ومن بعد كنقربها شوية لفوق وماش تأخذ لنا ذا كل الوين اللي كيكون مدهب وأكيد كتكون مقرمشة كل ما خلناها من تحت على هافية اللي كتكون مهيلة كنزيد نفس الوقت تقرب اشوف نفس الوقت كي دوك العناصر كي نساجموا مع بعدياتهم هنا كتشوفوا بأنني مدهنتها لب زيت ولب زبدة ولب دقيق نهائيا لأنها عندنا الورقة ديانا ميد مبزاف نساء مبزاف خلتك بعد مدخلتها يعني طابت اكيد تكون دوش نهائي دهبتها يجب بسيط وكي يكون تزيين ديانا ديان مغربة ديانا يجب تنبط الاختيار نقوم بسكر سقل أو سكر غلاسي من الفوق وغادي نزيينها بكوكا ومن جناب ومن بعد نضيفها اشتركوا 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 في القناة اشتركوا في القناة